عزاء المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج دار الطبيب الموسم الخامس على قناة الصحة وجمال في البداية حابب أوجه الشكر من أسرة البرنامج لسادة اللواء سامي غنيم للمجهودات والمبزولة في محافظة الأسكندرية مدير أمن الأسكندرية بناءً على رغبة السادة المشاهدين في استضافة النخبة في كافة التخصصات وأماناً من برنامج دار الطبيب أن السادة المشاهدين هم العمود الفقري لهذا البرنامج وتفعيلاً للدور المجتمعي لبرنامج دار الطبيب النهاردة حيكون معنا دكتور محمد فاروق عسل مدرس جراحة الأورام بكلية التب جامعة الأسكندرية ودكتورة جراحة أورام السادي التجميلية والتكميلية وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا انتظرونا اشتركوا في القناة سأل خير يا دكتور محمد سأل نور دكتور محمد في البداية عايز أكلم مع حضرتك في موضوع يهمني ويهم كل السادة المشاهدين البرست كانسر أو أورام السادي في الأون الأخيرة انتشر بشكل كبير وملحوظ البرست كانسر أو أورام السادي في مصر في البداية عايز أعرف من حضرتك تعليقك على الموضوع ده إيه ويعني إيه بريست كانسر بشكل مبسط ليا أورام السادي элемشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا بحب أقول للسادة المشاهدين كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى القسق وعلى القسر كلها وإن شاء الله الفترة دي تعدي وربنا يزيل الغمة ويرفع عننا البلاء بإذن الله وبحب أشكر سيادتك على المقدمة الجميلة اللي حدى قلتها دلوقتي الحقيقة وجود بريس كانسر كلمة كانسر معناها أنه وجود خلايا بدأت تنمو بطريقة ان كنترول يعني بطريقة غير متحكم فيها الجسم ما بتحكمش فيها ده معنا كلمة كانسر وده ممكن يكون موجود في أي مكان في الجسم ممكن يكون في السادي في الجهاز الهضمي في الكبد وتبدأ الخلايا دي تبدأ تعمل local destruction يعني تدمر المكان اللي هي موجودة فيه ومش كده وبس بتبدأ تنتشر في أماكن أخرى لحد ما تهدد systems vital vital زي المسؤول عن التنفس مسؤول عن brain bone الحيطة اللي ممكن تروح فيها وتعمل multiple organ dysfunction يعني تبدأ تدمر بقية أجزاء الجسم المسؤول عن الحياة وبالتالي ممكن تسبب الوفاة ده معنا كلمة كانسر في العموم وده بالأخص في البرست كانسر تمام بالنسبة لموضوع الانتشار بتاع أورام السادي هو الحقيقة أورام السادي زي ما هي يعني نسبتها ما زادتش على حاجة ولكن الاهتمام بيها زاد يعني كان زمان مثلا الموضوع بتاع أورام السادي ده تحت طائلة الجراحة العامة الجراحة العامة من ضمنها أورام السادي لكن دلوقتي بقى فيه تخصصية مش بس دكتور جراحة أورام السادي مش بس دكتور أشعة أشخاصية لأورام السادي دكتور علاج أورام مكمل لأورام السادي دكتور تحليل أنسجة لأورام السادي فده حصل تقدم في أورام السادي التخصصات زادت فبدأ الاهتمام يزيد فبدأت الحالات تكتشف بنسبة أكبر بسبب الاهتمام الأكبر فدلوقتي بدأنا نشوف الحالات بنسبة أكبر ولكن برضو في مراحل مبكرة أكتر عشان كده بقى في انتشار في النسب عشان كده النسب بدأت تزيد فزيادة النسب ده حاجة فولس يعني حاجة هي أوريدي كات كتيرة بس غير مكتشفة مستطرة بس غير مكتشفة بالظبط كده طيب حاك عارف طبعا أن سرطان السادي وفريق الإعداد ورئيس التحرير بعت لنا كتير من المعلومات أن هو الأكثر انتشارا على مستوى العالم يعتبر رقم واحد المشكلة في سرطان السادي أو أوروام السادي أنه بيبقاش له أعراض واضحة على كتير من السادي المشاهدين اللي اكتشاف له بيكون عن طريق الكشف الدوري عايزة عرف من حضرتك هل نقدر نقول فيه أعراض ساعة ما يظهر على المريضة نقدر نشتبه في وجود وراء مسادي عندها ولازم يبقى فيه تشيكب على الموضوع ده ولا الموضوع بيكون من اللايف ستايل نفسها أنه لازم يبقى فيه تشيكب بشكل دوري حتى لو ما فيش أعراض هو الحقيقة أنا كنت حابب أقول يعني لازم نطمن السايدات إن 90% من عراض السادي دايما في الآخر بتطلع حاجة بنائن يعني حاجة حميدة مهيش أوراب ودايما أكتر عرض السايدات بتروح تكتشف أو تتردد بسببه على العيادات الخارجية هو وجود ألام في السادي ألام في السادي ودايما بيبقى أكتر عند السايدات اللي لسه متجوزوش اللي هو لسه من سن 18 ل 25 سنة أو السايدات اتجوزت وخلفت ووقفت خلفها بداية التلاتينات فدايما بنقابل الحالات دي بعدات كبيرة جدا بيبقى فيها عندها ألام في السادي الحقيقة دايما ألام السادي دايما بتبقى حاجة حميدة ومش بتبقى خالص سبب الأورام السادي فأغلب الأحيان يعني أحيانا بيبقى فعلا السبب ورم ولكن احنا بنطمن السايدات إن معظم العراض بتاعت الألام بتاعت السادي دايما بتبقى حاجة حميدة عشان دي حاجة كنت حابب أقول لها عشان نطمن الناس إنما أكتر عراض ممكن يخلي الست تشوك إنها عند حاجة وجود كتلة صلبة غير مؤلمة في السادي كتلة صلبة غير مؤلمة في السادي ودائماً بتبقى يعني إيه كلمة يعني اكتشفتها فجأة الصدفة وهي بتغير الملابس وهي بتاخد شاور اكتشفت حاجة صدفة فهي دائماً يعني كتلة صلبة غير مؤلمة هو ده أكتر حاجة ممكن تكون عرض لأورام السادي فيه عراض تانية ممكن يكون فيه تغيرات في الجلد ممكن يكون فيه تغيرات في الحلمة زي مثلا نتوء في الجلد احمرار في الجلد تورم في الجلد ممكن يكون الورم نفسه بدأ يعمل تقرحات في الجلد بس ده في مراحل أدفانسد ما بيناش بنشوف الكلام ده دلوقتي الحلمة نفسها ممكن تكون دخلة جوة ممكن يكون لونها بقى أغمق شوية بينزل منها إفرازات خصوصا الإفرازات اللي بتنزل سبونتينيس ده بيكون في المراحل المتأخرة ولا في البداية يا دكتور؟ على حسب يعني مثلا النبل تستشارج اللي هو الإفرازات من الحلمة ممكن تكون في البداية إنما دايما بيبقى كتلة إنما دايما التغيرات اللي في الجلد والإحمرار والحلمة التغيرات اللي في الحلمة والقرح اللي في الجلد ده دايما مراحل المتأخرة طيب حضرتك قلت في كلامك إن الحساس بالألم في السادي ممكن يكون عرض كبير لأورام السادي الحميدة بالنسبة لزهور النطوئات ساعتها نقدر نتجه إن الأورام الموجود ده خبيس ولا ممكن تظهر برضو نطوئات ويظهر وجود حاجة صل اسم صلب في الأورام الحميدة أوه مش شرط يعني وجود نطوء مش شرط إنه ما يكون ورام بسهر من علامات الأورام يعني وجود نطوء يعني جزء من الجلد داخل لجوه وخصوصا في الحلمة مثلا فيه سيدات بتبقى مولودة كده أصلا يعني طبيعة الحلمة بتاعتها داخل لجوه وممكن يكون مثلا عندها خراج مزمن والخراج ده سهر على حلمة الجوه يعني فيه حاجات كتير جدا حميدة ممكن تكون عاملة أعراض بالزبط زي الأعراض بتاعتها الورام بسيحنا أكتر حاجة بننبه فيها على السيدات إنه وجود كتلة صلبة غير مولمة في السادي ده أكتر حاجة بنكون عارض لأورام السادي بس الحقيقة إحنا وجودنا النهاردة مش عشان نتكلم في واحدة قريدي استنت لحد ما بقى عندها ورام يعني إحنا كنا حابين إنه إحنا نتكلم عن إزاي إنه إحنا لازم يبقى فيه الناس عندها توعية وده اللي الدولة قامت به في الفترة الأخيرة إنه لازم يبقى فيه فحص دوري لازم يبقى فيه كشف باستمرار مش ضروري السيد تكون بتعاني علشان تروح للطبيب أنا عايز أكتشف الورام في مراحل مبكرة مرحلة صفرية مرحلة الورام لسه ما أظهرش أي أعراض طيب خلينا أسألك الكشف الدوري يا دكتور محمد هل فيه مدة معينة نقدر نقول مثلا كل ست شهور أو كل تمن شهور أو كل تايم لاين معين لازم يكون فيه كشف دوري ووعد طبي عند السادة مشاهدين أول حاجة كنت مبدأين عايز أقول إيه فايدة الكشف الدوري للكشف المبكر أنا عايز أكتشف الورام في مرحلة مبكرة مرحلة صفرية مرحلة ما قبل ظهور الأعراض اللي أنا بتكلم فيها دي كلها ودايما ليه لأن المفروض دولي تي في حاجة اسمها standard of care يعني المريض المفروض اللي عنده ورام له عملية معينة اللازم الطبيب يعملها بشكل معين شكل أمثل يعني أنا مش بتكلم في المال براكتس أنا بتكلم في الشكل الأمثل ومع ذلك ممكن الطبيب يعمل كل ما عليه ويعمل العملية بشكل أمثل ولكن رغم كده ممكن الورام يرجع تاني أو ينتشر في مكان تاني فمع التطور العلمي اكتشفنا أن الأكبر فاكتور بيفرق بالنسبة للست هي المرحلة اللي الست جات فيها كل ما جات بدري كل ما كانت الجراحة أقل كل ما كانت المعاناة بتاعتها من الجراحة بقت أقل كل ما كان إنها مش هتاخد كيماوي مضاعفات أقل طبع فيه الجايد لاينز بتاعت الفحص الدوري إن أي ستة عن سن 35 سنة تبدأ تعمل فحص دوري لأورام السادي تعمل الأشعة بتاعت المامو جرام والألترسام على السادي عند 35 سنة عشان تعرف البيز لاين بتاعتها أو تعرف الأرضية بتاعت السادي بتاعتها أو المنظر التوبو جرام بتاعت السادي بتاعتها عامل إزاي وبعد كده تبدأ تعيد الأشعة دي وهي عند سنة 40 سنة ممكن تعيدها أنيوالي يعني كل سنة وكل سنتين فيه تغيرات فايندينج معينة ممكن تظهر تجبرنا على كل 6 شهور أو كل 3 شهور ولكن القاعدة أنه تعمل بسنة عند 35 وبعد كده 40 وبعدين سنويا وبعد كده سنوياً أو كل سنتين متختلف فيه امريكا سكول وفيه مدرسة انجليزية ومدرسة امريكية بس الحاجة بتقوله ده الستاندر صحي كده؟ ده الستاندر ده فيه بقى الستات اللي عندها بوست في فاميلي هستري يعني من أهم الأسباب بتاع طورام السادي اللي هو تغيرات الجينية أو الست عندها حد فعلتها عندها أورام سادي خصوصاً اللي عندهم الفرست ديجري ريالة فزالية القرايبة اللي من الدرجة الأولى يعني مثلاً يبقى واحدة وعندها مامتها وأختها عندهم أورام سادي فدول لازم تبدأ الفحص الدوري بتاعها 10 سنين أصغر من أصغر واحدة فعلتها جالها أورام فسادي يعني لو أصغر واحدة فعلتها جالها أورام فسادي عند سن 35 هي لازم تبدأ الفحص الدوري عند سن 25 لو أصغر واحدة فالتها جالة هي عندها 55 يبقى نبدأ عند 35 يبقى ناخد الأقرب مش هناخد ما عند 45 يبقى لو فيه بوست الفاميلي هستوري ونبدأ عشر سنين أصغر من أصغر واحدة جالها فالتها ولو هي ما عندهش بوست الفاميلي هستوري يبقى الستاندار بتاعها طيب لما بيجي لحضرتك حالة بشكل مبسط لي يا أولاستاذ المشاهدين عايز أعرف منك وابتدت تشتبه في وجود سرطان عندها أوراً بشكل عام في السادي خطوات التشخيص بتكون إيه دكتور؟ بصوها الحقيقة إحنا عندنا في حاجة اسمها تريبل أسسمنت تريبل أسسمنت يعني التقييم السلاسي لورام السادي يعني أنا عشان أقايم حالة سادي لازم أعملها التقييم السلاسي أحياناً بكتفي بحاجة واحدة أحياناً باخد حاجتين أحياناً لازم أعمل التلاتة التقييم السلاسي هو أول حاجة الكشف الكلينيكي من خلال مقابلة المريض مع الطبيب الحاجة التانية راديولوجيكال أسسمنت الكشف باستخدام الأشعة التأشخصية الحاجة التالتة هستو بثولوجيكال أسسمنت لو أنا محتاج عينة ولا حاجة أول حاجة بالنسبة للكشف الكلينيكي فيه فاكتورز معينة لازم أسأل المريض عنها أول حاجة وأهم فاكتور لما يا حد اتكلم عنها هو الايج السن حاجة الست ما بتتحكمش فيها وهو دايما نقول عليه أن ده زا سنجل موست امبورتن رسك فاكتور يعني لو جيت تلخص كل العوامل المسببة لأورام السادي أهم معامل وهو حاجة الست متحكمش فيها خلاص وهو السن كلما زاد عمر الست كلما زادت فرصة إصابتها بأورام السادي ممكن تجي لي واحدة عندها 18 سنة جابتش تيكي بعرض مثلا مصطلجيا ألام في السادي أتعامل معها لايتلي وأكشف بس وخلاص وروحها وتيجي نفس الشكوى بنفس الكلان بس من سن تاني عند 55 سنة هتعامل معها معاملة تانية خالص ليه كلما كان السن كلما كان أنا أقلق أكتر في عامل تاني أنا بأخذها في التاريخ المرضي أعرف إذا كان عندها حد فايلتها كان عندها أورام سادي إذا كانت بتاخد أدوية زي مثلا اللي هي الأدوية اللي بتمنع الحمل لو فيها نسبة إستروجين عالية بيكون لها سبب مباشر في ريسورش إذا تعملت عشرين عشرين قال كلما زاد هرمون الإستروجين في أدوية مانع الحمل كلما زاد نسبة فرصة إصابة السايدة دي بأورام السادي خصوصا لو أخذت البرشام ده أكتر من خمس سنين سؤال هرمون الإستروجين لو عالى في أين كانت دواء ولا في أدوية منع الحمل بس في أين كانت دواء أصلا من ضمن الريسك فاكتورز بتاعة البرس كامسر حاجة اسمها يعني ارتفاع نسبة الإستروجين في الدم فترة طويلة يعني فيش حاجة مضادة له يعني هو موجود عالي لفترة طويلة فده سبب مباشر فهنا ده أول خطوة في التريبل أساسمت بتاعتنا عشان ما انتواش السادة المشاهدين اللي هي الكلانيكا الإجزاميليشن أكشف على المريض أخذ منه تاريخ مرضي أشوف إذا كان فيه أي سبب من الأسباب اللي ممكن تكون تسبب الأورام السادي من خلال الهيستري بتاعه والتاريخ المرضي الخطوة التانية دو الحاجة التانية برضو في الكلانيكا الإجزاميليشن اللي هو الكشف على المريض الكشف على السادي نفسه والكشف على الغدد الانفوية اللي تحت البط وكمان الغدد الانفوية اللي موجودة في الرعب الحقيقة الكشف الكلانيكي ده رقم واحد في التلاتة بتاعتريب الأساسمت والمفروض ان انا اوصل بيه كطبيب متخصص بنسبة 60 لـ 70% من التشخيص بتاعي بعد كده بروح بالمريض بتاعي للمرحلة التانية اللي هي راديولوجيكا الأساسمت راديولوجيكا الأساسمت كبازلاين كل الناس بنعمل مامو جرام والترا ساونت ولكن القاعدة كده الناس تبع عرفان دايما مش بنعمل مامو جرام لللي قال من 35 سنة لان دايما كسافة السادي بتبقى عالية ودايما مش بنشوف حاجة يعني مش عشان هو دانجرس مش عشان هو خطير لأ عشان بيبقى يوزلس مش بيبين عشان كده اللي قال من 35 سنة دايما يبقى ألترا ساونت المامو جرام والألترا ساونت في الاخر بيطلع لي كونكلوجين من الدكتور بتاع الأشعة يقول لي الستي دي بايراتز كام بايراتز ده اي حد عامل عامل مامو جرام والألترا ساونت بيبقى عنده في الاخر بايراتز ده اختصار بريست ايميجينج ريبورتينج عند داتا سيستن من واحد لستة واحد ده النورمال اتنين ده البيناين تلاتة بروبابلي بناين اربعة فيها شك لازم تاخد عينة خمسة دي ماليجنانت من أشعة دي خلاص دي ماليجنانت فانا خلاص كده بمعايا كشف كلينيكي ومعايا أشعة وبدأت اخد انطباعة كده وصل من ستين سبعين الى تسعين في المائة ممكن ستة اللي يبقى المعطاعت بتاعته خلاص دي حاجة بناين وهكتافي بكده هعمل فلو أبقى هعمل لها جراحة وفي ستة تانية بقى زي ما قلت بقى نكمل الفاكتورز وكلها ونشوف زي كنا هنحتاج ناخد عينة ولا لا يبقى التالت حاجة في التريب الأسيس منت هي العينة أول حاجة قلنا الكشف الكلينيكي تاني حاجة الأشعة اللي بنعمل مامو جرام والترا ساوند وممكن أحتاج رانين أو ماحتاجش طبعا وكل الحالات وثالث حاجة اللي هي العينة العينة أنواع وأنا الحقيقة من الحاجات اللي أنا عايز أضغط عليها مش عايز أشرح العينات بكل أنواحها بس أنا في عينة عايز أتكلم عليها اللي هي دي الجولد ستاندرد دلوقتي هي حاجة اسمها الكور بايوبسي أو العينة الساميكة هم هادي الجولد ستاندرد أنت لازم تفكر ده لا على أساسه حضرتك بتحدد وجود ورم بداخل السيدة وإذا كان حميد أو لا صحي كده؟ آه هو الكور بايوبسي ومش كده وبس وبيمكنني أن أنا أعرف البيولوجيكال سبتايب بتاع الكنسر ده يعني أنا الكور بايوبسي ممكن أعمل عليها تست تحليل مستقبلات هرمونات اللي هو الأستروجين ريسبتور والبروجستيرون والهير تو والكاي سكستي سبن اللي هو معامل النشاط بتاع الورم من خلال الأربع حاجات دول بعرف بتكون أدارة أنك تاخد القرار النهائي عرفت نوع الورم إيه ده بالظبط لأنه حيفرق معايا في الدسيجن بعدك فأنا آسف لده طالب سوى ده التريبل أسيسمنت اللي من خلاله أقدر في الآخر مش طبعا مش بتعمل لكل الناس الكلام ده ده دور الطبيب يكتفي بالكشح يطلب أشعة يحتاج عينة النوع العينة بس اللي إحنا محتاجين أنه نحن يعني الناس كلها تبع عرفان الجولد ستاندرد أفضل حاجة تلوتي ليه الكور بيوبسي ليه العينة السميكة دكتور محمد أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك عزائي المشاهدين ومستمرين في لقاءنا الممتبع عن دكتور محمد فاروق عسل فاصل ونواصل عزائي المشاهدين ورجعنا لكو تاني في لقاءنا الممتبع عن دكتور محمد فاروق عسل دكتور محمد في البداية عايز أعرف من حضرتك في كتير من الناس لما بيكون عند الدكتور أو الطبيب المعالج بيسمع عن المرحلة الأولى المرحلة السفرية المرحلة التانية ما بيبقاش عارف إيه المراحل دي ولا عارف هو يتطمن ولا يخاف أكتر طبعا هو ده كنت أنا بتتكلم عليه من شعر يعني بعد ما الست تثبت أن عندها ورم من خلال التقييم السلاسي يجب نعملها ستيجينج ستيجينج الهدف منه أنه أنا أعرف إحنا في المرحلة الكاملة وباختصار شديد يعني في حاجة اسمها تي أم أم تي ده للورم أن الغدد اللينفوية إم الورم انتشر برا السادي ولا لأ المرحلة الأولى يعني الورم حجمه ألي من 2 سنتي ولا يوجد غدد اللينفوية مصابة تحت البط المرحلة التانية يعني الورم إما الورم حجمه من 2 إلى 4 سنتي أو وجود غدد اللينفوية مصابة تحت البط أو اللتنم مع بعض المرحلة التالتة الورم حجمه كبر والغدد اللينفوية بدأت تبقى حجمها كبير وفيكست ثابتة تحت البط المرحلة الرابعة يعني الورم بدأ ينتشر من السادي ومن تحت البط وبدأ ينتشر لأماكن بعيدة تانية في الجسم وأشهر الأماكن زي العظم زي الرئة زي الكبد زي المخ دي الأماكن اللي ممكن أورام السادي تنتشر فيها نيجي للمرحلة الصفرية اللي احنا نسمعها المرحلة التي ما قبل الورم يعني الورم موجود بس في الخلايا والحقيقة ده لا يكتشف إلا بالسكرينينج بالكشف الدولي والست بتبقى محظوظة ليه دايما الورم ده لا ينتشر إلى الغدد الانفايل تحت البط ودايما مش بتاخد كماوي ودايما بيبقى استقصال تحفظي بس للجزء الموجود ده ودايما ستة طبعه حظوظة عشان كده دايما دايما ننصح الستات بإنها تعمل كشف الدولي عشان تقدر تحت تكتشف الورم في هذه المرحلة الصفرية اللي لسه ما فيش أسع الحجم يعني مجرد وجود خلايا سرطانية موجودة بس في الخلايا لم تنتشر في الأنساجة اللي حواليها في السادي خلينا أقول لحضرتك أن كتير من السادة المشاهدين بيكون عندهم صورة في خطوات العلاج أن لازم استقصال كلي للسادي في حالة الإصابة بالورا أعيس حضرتك تشرح لي وتشرح للسادة المشاهدين بشكل منطقي وفي إيجاز هل لازم يبقى فيه استقصال كلي للسادي في حالة الإصابة بأورام السادي ولا ممكن يكون استقصال جوزي الحقيقة دلوقتي يعني أحدث حاجة يعني دلوقتي عشان أشيلنا دايما أنت تبقى conservative على قد ما تقدر يعني نحاول تقلل destruction بتاعك أو العملية ما تبقاش أجريسف على قد ما تقدر الجراحات بتاعة أورام السادي بتشمل حاجتين جراحة في السادي نفسه وجراحة في الغدد اللي انفايلة تحت البط local treatment الحقيقة هنبدأ الأول بالجراحة اللي في السادي نفسه وبعد كده نتكلم في الجراحات بتاعة الغدد اللي انفايل في السادي نفسه عندنا نوعين من الجراحات بإجاز شديد يأما استقصال كامل للسادي يأما جراحة تجميلية تحفظية الجراحة تجميلية تحفظية تشمل ثلاث حاجات لازم المريض يبعرفهم من الأول رخم واحد استقصال الورن بحزام أمان يعني هتشيل الورن بحزام أمان وتتأكد من حزام الأمان ده في وجود دكتور تحليل أنسجة معك في العمليات ده هو الحاجة الحاجة الثانية هيتعامل حاجة اسمها تقييم للغدد الإنفاوية تحت البط وده اللي هنتكلم عليه كمان شوية الحاجة الثالثة أن المريض ده لازم يبعرف أنه هياخد علاج إشعاعي بعد العملية يبقى المريض اللي هعمل تجميلي تحفظي كده كده هياخد إشعاعي لأنه جزء من التجميلي التحفظي أنه هياخد إشعاعي يبقى ده الجزء الأولاني من الجراحة اللي هو تجميلية تحفظية وفيها طبعا عمليات كتيرة جدا يعني ده حاجة تكنيكة اللي يعني ما تهمش المشاهدين في حاجة نيجي بقى للإستقصال الكامل الإستقصال الكامل فيه منه نوعين نوعه بتر وأحيانا أنا أبقى مجبر عليه بتر كامل للسدي ونوع اللي هو اسمه تفريغ للسدي يعني أعمل إستقصال كامل بس هحافظ على الغطاء الجلدي والحلبة بتاعة السدي وفي الحالة دي هنعمل حشوات للسدي يقيمة من خلال السيليكون أو استخدام ممدد أنسجة بفترة مؤقتة أو استخدام حاجة من أجزاء الجسم زي العضلات بتاعة الظهر أو العضلات بتاعة البط ده في إيجاز شديد أنواع العمليات يعني ما إستقصال كامل إستقصال كامل اللي على أساسه بتحدد فيه العملية اللي هتخدها مع المريض بيكون إيه طبعا أنت بتعمل حاجة اسمه تيلورينج يعني زي تفصيل للعملية على المريض بناء على سن المريض حجم الورم مكان الورم حجم السدي كل دي فاكتورز كل واحدة ونقول أفضل حاجة لها كسا وطبعا دي حاجة بتبقى بالإكسبرينج والشعر يعني ما ينفيش حاجة اسمه ستاندرد لكل العيني على سبيل المثال مثلا الحاجة اللي بتزعج الناس اللي هي البتر بتاعة الثادي أحيانا ده بنخلوه لست أوبشن أحيانا تبقى أنت مجبر لازم تعمله واحدة مثلا عندها نوع من النوع الأورام اللي هو بيبقى ملتهب انفلاماته دي لازم تعملها السلسال كامل مالتي سنترك يعني له أكتر من بقرة في السدي في أكتر من ربع احنا دايما نقسم السدي إلى ربع 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 لو موجود أكتر من بقرة في ربعين والمسافة ما بينهم أكتر من أربع سنتي يبقى لازم استقصال كامل لو الست أصيبت بورم السدي خصوصا في المرحلة الأولى من الحمل مش هينفع تديها إشعاعة وإحنا قلنا الإشعاعة ده جزء من السدي التحفظ ما فيش غير استقصال كامل واحدة جالها وراء معاملة استقصال تحفظي ورجع تاني يبقى لازم استقصال كامل واحدة ما انت بتعملها استقصال تحفظي كل ما تشيل مش قادر تجيب حزام أمان متشغل في العمليات يبقى لازم استقصال كامل فكل واحدة بيبقى لها تفصيل بناء على المعطيات بتاعتزام وعطي زي ما قلنا نكتور محمد حضرتك اتكلمت برضو عن موضوع العلاج الإشعاعي والكيماوي السؤال لأن في كتير من الناس ما بتبقاش فاهم الموضوع ده كويس هل الجراحة بتستلزم بعديها أن بتخش المريضة معاك في جلسات من العلاج الإشعاعي أو الكيماوي ولا الموضوع ممكن يقف عند العلاج الجراحي بس الحقيقة هو سؤال كويس جدا وأنا كنت حابب بس أحاول السؤال بعد إذنك لأن مش وظيفة الجراحة أنه يقول للمريض أنت هتاخد كيماوي ولا مش هتاخد كيماوي بعد العملية أما من اللي بيكرر يا دكتور؟ ده الدكتور الميديكا الأونكولوجي اللي هو الدكتور المسؤول عن العلاج الكيماوي عشان كده بقولك أن أورام السادي يعني كذا دكتور بمسؤولين عن المريض ولكن أنت كجراح لازم تبع عارف إمتى لازم تدي للمريض كيماوي قبل العملية يعني مش كل السيدات اللي عندها أورام السادي تروح تعمل العملية على طول ودي حاجة لازم السيدات تبع عارفها اللي أنا قلته من شوية الحاجة اسمها البيولوجيكال سبتايبس يعني إمتى لازم أدي كيماوي قبل العملية لو السادي دي عندها إنفلامتر بريست كانسر يعني ورم فسادي عامل زي الأبسس عامل زي الإلتهاب بالظبط الصدر ورمان وأحمر زي الخراج بالظبط بس هو مش خراج هو ورم دي اللي تاخد كمية قبل العملية الست اللي عندها ورم حجمه كبير وعندها تعمل تحفوزي ممكن تاخد كمية قبل العملية الست اللي عندها غدد لنفوية فكست تحت باطها كبيرة وحجمها صعب استقصالها جراحية تاخد كمية قبل العملية لما نيجي نعمل نعرف الأنواع بتاع الورم لدينا أن الورم ده سلبي للهرمونات يعني اسمه أو ده لازم برضو تاخد كمية قبل العملية ده مش معناها أن الست دي البروجنوزز بتاعها وحش أو نتجتها تبقى وحشة ده معناها أن حيبقى لها يعني حيبقى يقلل ارتجاع الورم يقلل امتشار الورم لما تاخد عليك كمية قبل العملية وبعد دكتور حددت المعايير اللي على أساسها بتقرر طبعا حاكول الدكتور المختص في الموضوع العلاج الكماوي لقبل العملية طبعا بعد العملية هل فيه كتير من الحالات بتحتاج العلاج الكماوي طبعا بتحكم فيها الحاجات اللي قلنا فيها قبل كده الحجم يعني الحجم أكتر من 2 سنتي بل لازم هتاخد كماوي مع بعض الجراحة ده زي ما أنا قلت the single most important risk factor يعني أهم عامل بيقلقني من أورام السادي هو السن أهم عامل بيفرم معي في البروجنوزز بس البروجنوزز اللي هو النتيجة النهائية هو الليم في نود ستيتوس يعني قد إيه غدد لنفوية مصابة من الغدد لنفوية اللي أنت طلعتها يعني أنت أتليست لما تعمل تنضى في الغدد لنفوية لازم تكون مطلع عشر غدد لنفوية كم واحدة من العشرة دي مصابة ده اللي بيفرق في البروجنوزز وبيتحكم معاك في الكمال واللي عدد ديه للعيان زائد حجم الورا يعني اللي عندها صفر غدد لنفوية مصابة ممكن ما تاخدش خالص عليك كمان طب اللي عندها واحدة اثنين تلاتة كل ما زاد العدد الغدد لنفوية المصابة في الغدد لنفوية المستقصلة من تحت البط كل ما زادت البروجنوزز بقى أسوأ يعني بروجنوزز يعني فرصة انتشار الورا أو فرصة رجوع الورا أكتر حاجة بتتحكم فيه هو الليم في نود ستيتوس أو حالة الغدد لنفوية المستقصلة وبتتحكم كمان في الكيمية واللي المريض حياخده بعد العملية دكتور محمد خلينا نطقل معك الجزئية مهمة جدا جراحات ترميم السادي ما بعد الاستقصال بتفصيل عايزة عرف ما يتم بداخل غرفة العمليات مع المريض في جراحات ترميم السادي هو الحقيقة برضو زي ما قلت من العملية بتاعت أورام السادي نعم مع حضرتك العملية بتاعت أورام السادي زي ما قلنا انها تيلورينج هنا برضو بيبقى فيه تيلورينج للعيان ريكو نستراكشن أو عادة ترميم السادي ممكن يكون حاجة اميديات يعني بتعملها أثناء العملية بتاعتك وخصوصا في الحالات اللي هنعملها تفريغ للسادي مع الحفاظ على الجلد والحلمة ممكن يكون ديليد في ستيتش تانية لوحبا في ستيتش تانية بعد ما تخلص العلاج المكمل بتاعتها ممكن بعد سنة أو سنة ونصة اللي بتخلص كل العلاج بتاعتها انت بتستخدم ايه بتستخدم ايما حاجات من جسم البنيادة من نفسه زي العضلات بتاعت البطن أو العضلات بتاعت الظهر وكل واحدة لها مميزاتها وعيوبها او بتستخدم الحاجات دي او حقن الدهون بتاخد الدهون من جسم البنيادة ممكن تاخد حقن الدهون لوحده او حقن الدهون مع العضلات بتاعت الظهر او البطن يبا ده اسمها ان انت بتاخد الحاجات من جسم البنيادة من نفسه وفي حاجات تانية بتجيبها من بره زي مثلا زي حشوات السيليكون او زي الممدد الانسج يبا ده الحاجات اللي احنا بنستخدمها وكل واحدة بنستخدم لها الحاجة اللي تناسبها على حسب السركمستانس على حسب كل الظروب بتاعتها في مثلا في حاجة اسمها دونر سايت موربيدي يعني مشكلة ممكن تحصل في المكان اللي انت اخذ منه العضلة دي ففي ستة بترفي تقول لك لا متخدش حاجة من ظهري دي عايزة حاجة من بره بعايزة سيليكون في واحدة تانية مش عايزة سيليكون عايزة حاجة تحس انها ناتشورل لان السيليكون من ضمن عيوبه ما بقاش شكله طبيعي يعني ما بيديلش اللي هو البندولس ناتشورل بتاع البريست دايما بيبقى بروجيكتد فدايما فيه ستات بتدائم وفيه احيانا ستات مش بيناسبها وفيه فالس بليف عند الناس او اعتقدات خطيرا ان السيليكون ده بيسبب اورام فبتختلف ففيه فاكتورز كتير جدا بتتحكم اظن وحسب نوع حشوات السيليكون المستخدمة هل هي امينة ولا لا صحي والحقيقة اللي موجود في مصر كله امن وحتى لما لقوا نوع من الانواع اللي هو تكتشارد تكتشارد سيليكون اللي هو المخربش السيليكون ياما سموس ياما تكتشارد التكتشارد ده لقوا بيعمل نوع من الانواع الليمفومة مش كانسر في السادي بس بالنسبة قال من 3 من 10% واتمنع نزوله مصر من زمان فكل الحاجات اللي موجودة في مصر امنة تماما الحقيقة طيب خلينا اقول لك اكبر سؤال شائع لكتير من السيدات ما بعد جراحات ترميم السادي نقدر نحدد قد ايه مدة بعدها بيرجع السادي لشكله الطبيعي اللي كانت موجودة فيه ما قبل الاستقصال ما انا زي ما قلت لحضرتك يعني دايما هو بيختلف على حسب يعني ما فيش مدة معينة اقدر ما فيش حاجة ستاندرد انت بتدير بيستا دايما نقول العين انا بعمل ماي بيست وكده الريزلت بتختلف في عندنا سكور بنمشي بيه فيه حاجة اسمها satisfaction rate العين بقى satisfied من العملية الدين فيه عن satisfied 70% 80% 90% 100% فيه اختلاف satisfaction في الاخر لان انت مش بتعمل حاجة اثيتك انا مش بعمل حاجة تجميلية انا بعمل حاجة ريكون استراكشن حاجة تعويضية فيه فرق يعني مثلا هي الستي كان عندها مشكلة فانا مجبر لهذه العملية فما قدرش اديك time factor معين اقولك ان في خلاله الستي هترجع طبيعي ولكن احنا دايما average 6 شهور ده دايما ببواقع كافي بعد 6 شهور يعني طيب خلينا اسألك بشكل واضح وصريح عشان كتير مساعدين مش فاهمين الموضوع ده ما بعد جراحة ترميم السادية دكتور هل احنا بنحاول نوصل لأفضل نتيجة ممكنة لشكل السادية ما قبل الاستقصال ولا بنرجع للشكل الطبيعي بنفضل زي ما حداك قلت في الاول لأفضل نتيجة ممكنة أفضل نتيجة ممكنة وبعدين دايما the best result يعني أفضل نتيجة بتحصل لو الست عمل التفريغ ما عملتش استقصال كامل لأن في التفريغ انت حفظت على القوام السادي بشكله يعني فرغت السادي من الايه؟ من اللي جواه فالجلد زي ما هو والحلمة زي ما هي فمجرد انت حتملة التجويف ده بحاجة منبرأ أو من الجسم البني آدم فدي بتدي the best result يعني عندنا حالات أكدناها مش عاملة أي حاجة الثاتيك أوتكام أو النتيجة الجمالية في الحالات اللي بتعمل استقصال كامل لسادي دايما بتبقى قليلة شوي بتبقى أقل من يعني اللي شالت السادي كله بيبقى النتاج بتاعاتها أقل من اللي عمل التفريغ وإحنا دايما في حالات فيه تقدم كبير جدا وفيه كل يوم فيه جديد وبنحاول نوصل لأقرب حاجة ترضي يعني دايما satisfaction هو المعيار بتاعنا طيب بما أن حضرت رجل زكارة المعيار ده ما بعد جراحة الاستقصال الكاملة نقدر نقول بكا بريسنتيج ايه اللي نقدر نوصل له من شكل السادي الطبيعي ما قبل الاستقصال بنسبة كم في المية بنقدر نوصل 70-80% 70-80% طيب دكتور محمد عشانا يكون فير يعني 70-80% 70-80% بعد استقصال الكامل ده اللي نقدر نوعد بيه جمهور طيب في نهاية فاكرتنا أنا حابب من حضرتك توجه روشيتا بأهم النصائح والإرشادات لكل السادي المشاهدين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي ما بعد جراحة تجميل السادي والحيانة أول حاجة حابب أقولها إن الكشف الدوري هو أهم حاجة اللي اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة لأن ده حيفرق معنا في البرجنوزيس ويقالل الركارنس بتاعة شومري يقالل إنه نسبة رجوعه تاني ويقالل فرصة إن الست تاخد كيميون ويقالل فرصة إن أنا عمل لها استقصال كامل للغدد اللي انفوية بالعراضي الجانبية بتاعته فأهم حاجة هو الكشف الدوري الهتي بتاعنا هو الكشف الدوري الكشف المبكر كل مكان بدري كل مكان أحسن كل مكان متأخر هتخذي ستاندرد كير بس إحنا مش حيبقالنا فاكتور هنديكي أحسن حاجة إنما كل مكان بدري هي دي النتيجة الأفضل هنا زا بست هنا فيه كيور ريت يصل إلى 25% كيور يعني هتخف تماما لكني جالها برد إنما كل مكان تليت هنبدأ نتكلم في حاجة تانية اسمها يعني هتعيش خمس سنين بنسبة قد إيه الحاجة التانية إن لو الدكتور طلب منك إنك تخذي علاج كيماوي قبل العملية ما تتضايقيش لإنه ده مش معنى إن أنت حالتك متأخر ده دكتور كويس لإنه في حالات كتير جدا ممكن نبدأ بإليك كيماوي عشان يبقى عشان موضوع عشان موضوع بدأ أفضل نتائج وما يرجعش تاني أه الحاجة التالتة إن الموضوع مش بينتهي عند العملية فيه متابعة لمدة خمس سنين بعد العملية خمس سنين خمس سنين لإن الست اللي جالها ورم في السادي عندها فرصة أن يجيها ورم تاني يما في نفس السادي يما في السادي التاني ثمان أضعاف الجنرال بوبليشن يعني إحنا بنفضل حطين الموضوع تحت المرعبة لمدة خمس سنين ومفتحنا أهمية الكشف الدوري الكشف الدوري للكشف المبكري ناكتشف الورم في مرحلة مبكرة كل ما كان صغير ومبادري كل ما كان أفضل طور محمد أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين دي كانت نهاية حلقة النهاردة من برنامج دار الطبيب الموسم الخامس على قناة الصحة والجمال انتظرنا في مجفاجآت أكتر وحلقات أكتر كل يوم أربع الساعة الواحدة دهرا تصبحون على خير طبيبك عندنا